تمكنت مملكة البحرين من تشجيع شركات محلية وعالمية على ضخل استثمارات تبلغ قيمتها مليارين واربعمائة مليون دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي يأتي ذلك منذ الإعلان عن منح الرخص الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة في المملكة في أبريل 2023 إذ بلغت عدد الشركات المستفيدة منها تسعة مشاريع كبرى ستساهم في خلق ثلاثة آلاف فرصة وظيفية هذا وأكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخلايف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن مملكة البحرين أثبتت جدارتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية الرائدة والمحلية لتأسيس أو توسعة أعمالها نظرا لما تتميز به من قيمة تنفسية عالية وتعد الرخص الذهبية هي المبادرة الأحدث من بين العديد من المبادرات التي تم تقديمها والتي تعكس الالتزام الراسخ بخلق بيئة مواتية للأعمال من جالبه صرح سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن مملكة البحرين تميزت بتسهيل إقامة مزاولة الأعمال وتحظى بمنظومة تشريعية متقدمة حيث تضم الرخص الذهبية المملوحة نخبة متألقة من المشاريع المحلية والعالمية من الممكن أن تساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات الأخرى من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها في البحرين وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الرئيسية حول العالم تتميز مملكة البحرين بامتلاكها رصيد تراكمي للاستثمارات المباشرة ويعتبر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعا وأعلى من المتوسط العالمي بمعدل 81% وهو ما يعكس الثقة العالمية التي يمنحها المستثمرون الدوليون للمزايا التنافسية لمملكة البحرين وما تشكله من أهمية اقتصادية واستراتيجية في المنطقة ولتلك المزايا تمكنت مملكة البحرين من تشجيع شركات محلية وعالمية على ضخ استثمارات تبلغ قيمتها مليارين وأربع مئة مليون دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي من خلال منح الرخص الذهبية لتسعة مشاريع خلال عامي 2023-2024 نحن ساعدين جدا أن الشركات السياحية تحظى بالفرصة أن تقدم على الرخص الذهبية ولحسن الحظ نشوف أن الشركات السياحية تشكل نسبة كبيرة من تنويع القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال سلسلة من الاجتماعات تم منح الرخص الذهبية مؤخرا إلى عدد من المشاريع وهي بحرين تيتانيوم وهو أول مصنع من نوعه في المنطقة وإنشاء أول مقر جديد لبنك الكويت الوطني خارج الكويت وتأسيس مركز بيانات وكابل بحري إقليمي من قبل شركة التكنولوجيا البحرينية بيون وتطوير مشروع بحرين مارينة بكل تأكيد سعداء حصول مشروع بحرين مارينة على الرخص الذهبية مما يعكس مدى اهتمام الحكومة في هذه المشاريع الذين يقيموا مضافة للاقتصاد الوطني بتلكو أوف بيون نحن كشركة قاعدين نركز أن نحط البحرين كمكان لجذب التجارة الرقمية إلى التحول الرقمي هاي الكابل هو البنية الأساسية بيكون حق هاي التحول كمشروع هو الأول من نوعه لشركة بيون الأول من نوعه اللي بيحط البحرين في هاي المكان بتكون تسجل البحرين كمحطة إلى مثل هاي الكابلز يربطنا من سنكبورة إلى أوروبا طبعا المشروع راح نتوسع سيمكننا من توسيع تعزيز عمالنا المصرفية في البحرين وخدمة عملانا في الداخل والخارج طبعا سنقوم بتأمين فرص عمل للشباب البحريني والاستثمار في الكوادر الوطنية لتدريبهم وتأهيلهم للأعمال المصرفية ليس فقط لبنج الكويت الوطني ولكن للصناعة المصرفية في المملكة هناك العديد من المميزات لبدء العمل هنا في البحرين تنبع من أهمية الموقع الجيوسياسي لمملكة البحرين وقربها من العديد من الأسواق المهمة في المنطقة كما تتميز المملكة بتوفير تسهيدات كثيرة تتعلق بتيسير النشاط التجاري كنظام الضرائب والبنية التحتية الممتازة التي تجعل البحرين الخيار الأفضل لبناء مركز لنا كما أن حصولنا على ترخيص العمل اللازم يؤكد التفاهم الذي توفره المملكة لدور شركتنا في تقديم الخدمات التي تعود بالفائدة لجميع الأطراف الترخيص الذهبي الممنوحة لمشاريع استثمارية تتوزع على القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد المملكة مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار وتوفير الخبرات المتخصصة في كل قطاع كما ستساهم هذه الاستثمارات في مسيرة المملكة المستمرة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار اطلاق مملكة البحرين الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية يسهم في الدافع بمسارات التنمية الاقتصادية بمختلف قطاعاتها نحو مستويات متقدمة من خلال تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع بما يعزز البيئة الاستثمارية في المملكة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين